التقى وزير الخارجية سامح شوكري رئيس الدورة السابع والعشرين لمؤتمر المناخ بكابنهاجن وزير تعاون التنموي والسياسات المناخية الدنماركية دان يارد جونسون ورئيس المعين لدورة القادمة لمؤتمر المناخ سلطان الجابر على همش اجتماع كابنهاجن الوزري حول المناخ وذكرت وزيرة الخارجية ان الوزراء السلسة اكدوا على ما يمثله اجتماع كابنهاجن من محطة همة للتباحث حول عمل المناخ الدولي بمختلف جوانبه وكذلك سبل تنفيذ مخرجات مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ والبناء عليها في اطار الاعداد لمؤتمر كوب 28 بالامارات العربية المتحدة